أهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة كثير من السيدات بيسألوا هل يا دكتور ممكن يكون عندي مشكلة في البويضات ولذلك لا أحمل والحقيقة أن جودة البويضات بتتأثر بعوامل عدة والأمر ليس فقط متعلق بعددها على فكرة زي ما بقول دائما هي الجودة أهم كثير من العدد وهناك بعض العلامات اللي لابد أن تراقي بها سيدة الفاضلة حتى تعرفي إذا كان عندي مشكلة أو لا أول هذه العلامات هي موضوع انتظام التبويض هل التبويض عندك منتظم؟ طب أعرف منين يا دكتور إذا كان التبويض عندي منتظم هناك عدة أمور أهمها زي ما بقول دائما هو انتظام الدورة إذا كانت الدورتك منتظمة فغالبا التبويض عندك منتظم وبويضاتك جيدة ثاني علامة مهمة هو بعض الفحوصات الطبية تحليل يسمى AMH أو تحليل مخزون المبيض وتحليل هرمون الأفسج إذا كانوا نسبتهم كويسة فمعناها إن شاء الله أن بويضاتك ذات جودة جيدة ثالث علامة هو مراقبة التبويض بالسونار أو بالتصوير التلفزيوني اللي بيظهر إذا كان حجم بويضاتك مناسب هل البويضات بتكبر وتصل إلى حجم مناسب أو لا وفي هنا ملاحظة مهمة جدا حابب ألفة انتباهكم إليها أن أحيانا المشكلة لا تكون أبدا في البويضة نفسها ولكن في توقيت التبويض بمعنى أن هنا أن التبويض ما بيحصلش أصلا يعني المشكلة لا في جودة البيضات ولا في عددها ولكنهم ما بيكبروش ولا يصلوا إلى الحجم المناسب للتبويض بيحدث ذلك دكتور بيحدث في مرض ما يسمى بمرض تكايس المبيض أو متلازم التكايس المبيض اللي أنا بسميه أو أطلق عليه مرض سيء السمعة واللي بيسبب ضعف في التبويض واللي زي ما بقلت ليس معناها أبدا أن البويضة سيئة ولكنها لا تخرج السيدات دول بيبقوا بس فقط محتاجين تنشيط مع مراقبة التبويض وبيتحل مشكلتهم ونصل إلى أن البويضة تخرج وإن شاء الله يحدث الحمل طيب عشان ألخص اللي أنا قلته أهم حاجة أنك تعملي سيدة الفاضلة تحليل مخزون المبيض وتحليل الفاس أتش تعملي سونار لمتابعة التبويض وبناء على هذا نقدر نحدد الخطوة المناسبة لك في المستقبل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الدرية الصالحة وأن يكتب لكم الخير وأراكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته